أهلا بكم مكافحة أثار تغيرات المناخية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية أضحى في صلب اهتمامات المجتمع الدولي خاصة المؤسسات المالية الدولية هذه الاشكالية تكاد لا تغييب عن جدوى الأعمال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي والصندوق النقد الدولي التي تتواصل أشغالها بمركش في هذا العدد نقيم مدى انخراط المؤسسات المالية الدولية في هذا المسعى بين صقف الطموحات المرتفع وإكرهات التمويل بمعية متشر المجلة الاقتصادي عبدالخلق التوامي أستاذ توامي أهلا بك أهلا وسهلا بداية أستاذ عبدالخلق التوامي هل لك أن تشرح لنا طبيعة العلاقة بين المناخ وديناميكية النمو والتنمية كيف يؤثر ويتأثر كل منهما بالآخر هناك علاقة سببية واضحة بين تقلبات المناخ وديناميكية النمو والتنمية أزمة المناخ تؤثر على كل جوانب التنمية الاقتصادية وعلى محاربة الفقر ضمن ذلك فمثلا في درسة قام بها خبارة في البنك العالمي بعنوان موجات الجفاف والعجز المائي نجد إجابات علمية على عدة أسئلة مثل ارتباط وطول الأمطار أو توقعات ذلك مع تغيير المناخ ثم علاقة ذلك بالإنتاج الفلاحي الشديد التغيير والمتراجع مما قد يؤدي إلى حالات فقر أكبر أو إلى مجاعة في بعض البلدان ثم إلى نزوه أعداد كبيرة من السكان زيادة على ترجع نسب النمو من زاوية أخرى تعتبر سياسات أو سياسة التكييف المناخية فرص لإعادة هيكلة الاقتصاديات وذلك من خلال وضع بنيات إنتاجية خالية من الكربون وقد تكون أيضا فرصا تنافسية تجب الاستفادة منها على جميع القطاعات كيف يمكن تقييم أداء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مجال مكافحة التغيرات المناخية والتكييف معها على الصعيد المالي والاقتصادي على مستوى طرح الإشكالية وبرورة الحلول لمواجهتها كانت المؤسستان في الموعد تطالع المؤسستان مبدئيا بضور كبير وقد يكون حاسما في مساعدة الدول الأعضاء المحتاجة لمواجهة تحديات الطريقة والتكييف مع التحول المناخي وعليه كانت المديرة العامة صندوق النقد الدولي قد أكدت أن مؤسستها خصصت 100 مليار دولار من حقوق السعب الخاصة للدول الفقيرة لمواجهة تحول المناخي وقد تطلب ذلك وقتا طويلا وهذه خطوة أولى في نظري من سلسلة من الالتزامات التي يجب أن تتعهد بها الدول الغنية جهة الدول الفقيرة وتلك المؤسسات بطبيعة الحال للإشارة كان الالتزام العام هو توزيع 100 مليار دولار سانويا وقد كان تحديده سنة 2009 في مؤتمر الأطراف من أجل مكافحة آثار تغيون المناخ تحديدا لكن ذلك لم يتحقق نظرا لعدة أسباب لا تعود بالضرورة لصندوق النقد الدولي أو للمنك العالمي لكن ذلك أدى إلى أزمة تيقى فهي معرضة بطبيعة الحال للإنتقاد نظرا لضعف وهزالت تدخلاتها أمام الحاجية المحددة أو المتوقعة في المستقبل فهناك من المتتبعين وبعض المنظمة غير الحكومية تطرح على الطاولة مناقشة إلغاء ديون على بعض الدول كنوع من الاعتراف بمسؤولية الدول الغانية بما آلت إليه الأوضاع على المستوى المناخي هي المصنعة والملوثة للجو على الورق أو حتى من خلال بعض المبادرات المهمة نسبيا تحاول مؤسستان التي نحن بصدرد اجتماعاتها حشد بعض الدعم والتمويل لمكافحة تغييرات المناخية وفي محاولات لتحقيق بعض من أهدف التلمية المستدامة لسنة 2030 كما حددت دوليا ما هي أبرز المعيقات والإكرهات التي تعترض تدفق التمويلات الخضراء؟ من أهم المعيقات والإكرهات هناك غياب القوانين التنظيمية المؤطرة والواضحة وكذلك ضعف الحكامة في عدة بلدان فلقد أظهرت بعض التقارير والدراسات الدولية ارتفاع الفساد والرشوة في البلدان التي تستقطب أكثر تمويلات خضراء في غياب مراقبة فعالة ومحاسبة خصوصا وأن هناك غياب لتعريف واضح وموحد لعدة مفاهيم جديدة وضمنها التمويلات الخضراء تحديدا وما تغطي فعلا في الواقع زيادة على ذلك والظاهر هو أن التمويلات المتاحة توجد على شكل سندات ديون أكثر من 60% منها سنة 2019 و2020 ما يتقل كاهل دول مرة أخرى لأنه ديون ولا توجد تمويلات بالسهيلات مقبولة إلا في حد 16% حسب نفس التقارير نظرا لغياب تعارف ومنهجيات متفق عليها عالميا في هذا البد آخر سؤال ما مدى استفادة المغرب من برامج التمويل المقدمة من قبل مؤسسات بروتون وودز من الواضح أن بلادنا تواجه سنوات متوالية من الجفاف وشعف المياه للزراع وحتى للشرب وكذلك مخاطر الفيضانات وكل ما تعلق بالحد من الانبيعات الكربونية المرتبطة بالإنشطة الاقتصادية خصوصا من الصناعية فتمويل تدخلات جد مكلف في مجال اللجوء إلى ما يعرف بالمالية المناخية هناك التعامل مع صنادق دوليا تمنح سندات خبراء من خلال ميكانيزمات وشورط محددة ومجموعة من القوانين مع تخصوصات قطعية في عدة حالة مثل النقل البناء والعقار البنية التحتية الماء النفايات المنزلية وإعادة تصنيعها ثم الصناعة وليستفيد المغرب من البرامج التمويلية يجب في أغلب الأحيان أن يضع استراتيجية محددة وواضحة فمؤخرا أعلن صندوق النقل الدولي أنه سيمنح المغرب قردا بقيمة 1.3 مليار دولار لتعزيز قدرة المغرب لمواجهة التغييرات المناخية والتكييف معها تحديدا في نفس السياق وأخرا أيضا وافق البنك العالمي لمنح قرد للمغرب بقيمة 350 مليون دولار يخصص كاملا لمكافحة تغيير المناخ تحديدا للإشارة وحسب ما يعرف بالتقارير القطري عن المناخ والتنمية الخاص بالمغرب والذي أصدره البنك العالمي تقدر الاستثمارة لازمة لوضع المثار أي المثار هذا التغيير المثار الصحيح لهذا التغيير بالنسبة للمغرب لتخفيض الكربون في أفق خمسينيات القرن الحالي تقدر بـ 78 مليار دولار لكن ذلك يجب أن يتم حصل الحد على مرحل ويجب أن يتحمل في نفس الوقت القطاع العام والخاص مستشار المجالة الاقتصادي عبدالخلق التوامي شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا وإلى اللقاء نبقى في مراقش التي تظل هذه الأيام محجا للمالية العالمية المجموعة الفريقية لأعضاء المعهد العالمي لسناديق الادخار ومصارف التجزئة تناقش هذا الأسبوع بالمدينة الحمراء دور الشمول المالي في تحفيز النمو في المتابعة يوسف النعماني يشارك في هذا الملتقى الذي ينظمه الباريد بنك بشاركة مع المجموعة الجهوية الإفريقية للمعهد العالمي لصناديق الادخار ومصارف التجزئة عدد من الشخصيات من المجالات المالية وكذا الجهات الفاعلة التي تمثل منظمات غير حكومية والمجتمع المدني مع تركيز خاص على دور التكنولوجيا المالية في الشمول المالي رئيس مجلس الإدارة الجماعية للباريد بنك الأمين النجار تناول موضوع الشمول المالي عبر أربع محاور محاور الأول وهو تمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء في إفريقيا موضوع الثاني دور الشركات التكنولوجيا المالية في توسيع الشمول المالي موضوع الثالث وهو مدى تأثير الخدمات البنقية في تطور المقاولة الصغرى والجهة الصغرى والموضوع الرابع وهو رهانات لمواجهة التغييرات المناخية ويعد هذا الاجتماع فرصة لتناول التحديات والفرص بالقطاع المالي من خلال تبادل وجهة النظر والرؤى بين المنظمات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني بيتر سيمون المدير العام للمجموعة الجهوية الإفريقية للمعهد العالمي لصنادق الادخار ومصارف التجزئة نقيم جميع التجارب للأبناء لدعم الأفضل والغاية توفير الوروج للتمويل للنساء الغير محدودات نتطرق أسسا للتمكين المالي للنساء نحن هنا منذ 1909 كأقدم جمعية للمؤسسات البنكية العالمية والمسؤولين البنكيين وخلال هذا اللقاء نناقش السبل الممكنة تكثيف المبادرات والبرامج المحلية والإقليمية والدولية لتعزيز الشمول المالي يؤشر إلى محورية هذا الهدف كرافعة لتحفيز النمو وتعميم فوائده على كافة المجتمعات والأقطار خاصة في القارة السمراء نختم بفقرة جغرافية اقتصادية الأفريقية بنسب متفاوتة تدعم المؤسسات المالية الدولية العديد من المشاريع التنموية ببلدان القارة الأفريقية ويتراوح هذا الدعم في أغلب الأحيان بين الاستثمارات والقروض في المتابعة محفوظ ونجسالك بعد ثلاث سنوات من انتشار جائحة كورونا تدق الأمم المتحدة تناقص الخطر بضرورة إحداث ثورة في دعم البلدان التي تواجه تحديات تنموية إفريقيا إحدى الأطراف المعنية بالدرجة الأولى بهذا الدعم للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش فأي دورين للمؤسسات المالية الدولية في مواكبة ودعم التنمية بإفريقيا؟ أستاذ الاقتصادي يعقوب شعيب مجيباً من إنجامنا لهذه المؤسسات دور في مجال التنمية بصورة شاملة على الوطع الأفريقي دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في موضوع النمو استراتيجي دائماً الأموال التي تأتي يتم توظيفها في زيادة نسبة النمو بحسب مسؤولين بصندوق النقد الدولي فاق حجم تمويل الصندوق لإفريقيا ثمانين مليار دولار ونهاية الشهر الماضي وافق البنك الدولي على تمويل مشارع لصالح الفتيات والنساء بإفريقيا بقيمة ثلاثمائة وخمسة وستين مليون دولار إضاءة على أهم المشارع التي تموّلها المؤسسات المالية الدولية بإفريقيا مع الباحث في الشأن الاقتصادي بدر خلفل من كامبالا تستهدف المشاريع تخفض الفقر في البلدان منخفض الدخل توفير التعليم إلى تعبيد الطرق ومن ثم توفير الرعاية الصحية تزداد حاجة إفريقيا إلى الدعم الخارجي في ظل استيرادها حاليا نسبة كبيرة من غذائها ما يقلل من قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية نمتن للمتابعة إلى اقتصادية الأسبوع المقبل بحول الله